ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما صفات أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون فالولي والذي آمن واستقر الإيمان في قلبه تصديقا والإيمان لابد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر إياك أن تعترض على القضاء والقدر الخمسة الأولى أسهل شيء الإيمان بها ولكن أصعب شيء الإيمان بالقضاء والقدر والرضى به فكم من مسلم وهو مسلم غير راضي عن قسمة الله في قدره وعن قسمة الله في رزقه وعن عطاء الله لخلقه ويريد أن يدبر غير تدبير الله فيعترض لما يخلق هذا ضعيفا وهذا فقيرا وهذا عاجزا وهو غني لما لم يخلقنا كلنا أغنياء وكلنا عندنا القدرة وكلنا وكلنا وكأنه يفكر بعقلية الربوبية وهو عبد فهذه العقلية الإبليسية التي اعترض فيها إبليس على حكمة الله من خلق أبينا آدم فإياك أن تكون مؤمن وتدعي الإيمان والإسلام ثم تأتي عند القضاء والقدر الذي قدره الله ودبره فتعترض وتريد تدبير آخر غير التدبير وتريد قسمة غير القسمة وتريد أن تؤخر ما أراد الله تعجيله أو أن تعجل ما أراد الله تأخيره إياك إياك فالإيمان بالقضاء والقدر أصعب شيء في الحياة كلها وما وقفك في الحياة هو اختبارك في الإيمان بالقضاء والقدر وهو ما قدره الله لك فكم من مسلم يعيش غير راضي عن قسمة الله في نفسه وما حوله وإن كان هو مؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر ثم يأتي عند القدر يفشل يفشل لكن إذا آمنت أيضا ورديت بقدر الله حلوه ومره واستسلمت له دون اعتراض كامل إيمانك فإذا كامل إيمانك اتقيت الله فإذا كامل إيمانك مع تقوى لكنت وليا لله الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا أي كامل إيمانهم انتهى لا شبهة في قلبهم تجاه الله ولا تجاه رسله ولا تجاه كتبه ولا تجاه ملائكته ولا تجاه اليوم الآخر والحساب وما فيه من عجائب ولا شبهة عنده في قضاء الله وقدره فلا يريد أن يعدل شيء ولا أن ينقل حتى حجر عن حجر ولم كالكل بقدر الله خلق فسوى قدر فهدى فإياك أن تختار تقدير غير تقديره أو تتعجل تقدير لم يعجله أو تستأخر شيء عجله إياك إياك وإلا تكون عندك ولاية عامة وليست ولاية خاصة فالله وليه الذين آمنوا ولاية عامة لكن هناك ولاية خاصة الذين آمنوا كامل إيمانهم تماما بغير شبهة في كل عناصر الإيمان الستة لا يوجد عندهم شبهة في عناصر الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والقدر والقدر هناك من يحدث له بعض مصائب في حياتي فإنسب مصائب حياتي لا لقدر الله ولكن لأنه فلان حسدني وفلان سحراني وفلان نظر إلي وفلان وكأن هناك مدبر مع المدبر إياك أن تفكر بهذه العقلية الأسطورية وإن كانت مسيطرة على عقلية كثير من المسلمين في هذا الزمان مع تفاوت مراتبهم العلمية أجلس مع أساتيزة في الجامعات أجد عنده عقلية أسطورية يقول فلان يحسدني وفلان يسحرني وفلان وأنا صغير فعل فيه كذا وكذا وهو أستاذ في الجامعة عقليات أسطورية وكلها تناقد أن الأمر كله بقدر الله وبفعل الله وبإذن الله ومن حيث الصحرة فهم لا يدرون ولا ينفعون إلا بإذن الله وما هم بضردين به من أحد إلا فإذا كان الله هو المقدر فلا تظن أن هناك من منعك أو نفعك أو عوقك أو دبر لك أو أعطاك أو حرمك إياك إياك فالكل من الله وبذلك لابد أن تتحرر من هذا كله فإن تحررت من هذه الأمور كنت مؤمنا حقا الذين آمنوا كامل إيمانهم بغير شبهة وبغير اعتراد فلما كامل إيمانهم بغير شبهة وبغير اعتراد إنهمكوا في تقوى الله فلما إنهمكوا في تقوى الله أي طاعة الله والرضى بقسمته والقيام بأوامره وتجنب نواهيه وقطعوا النهار في طاعته والليل في ذكره وقاموا بحق العباد وحق الله وحق أنفسهم كما أراده الله هذا هو معنى التقوى وكانوا يتقون انظر آمنوا فعل ماضي استقر الإيمان وانتهى لا شبهة وكانوا يتقون أن يستمرون في تقوى الله مراقبة ونشاطا واكتهادا لا تكاسل ولا تسويف كثير من الناس يقع في المعصية وقول أتوب غدا أتوب بعد غد أتوب إن شاء الله عندما يأتي رمضان أتوب إن شاء الله أنا حجزت عمره عندما أذهب للعمره ومتى تذهب بعد شهد توب الآن يتقون يعني يعني توجهم إلى الله في كمال التجدد مع كل نفس ومع كل لحظة الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله فالله لا يغير حكمه الله سبحانه وتعالى أعطاهم الولاية لأنهم آمنوا واستقر الإيمان خلاص وكانوا يتقون في دوام التوجه إلى الله في كل لحظات حياتهم مع تجديد نياتهم وتجديد مراقبتهم مع كل نفس ومع كل لحظة وكل لمحة هؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذا كانوا أولياء الله على هذه الحالة فما هي صفاتهم صفاتهم تجدها في صور كثيرة في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين هناك كان يتقون في صورة يونس وهي مكية ثم يفصل أحوالهم في صورة العمران وهي مدنية سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من هم المتقين الذين إذا وجدت الصفة ثم جاء بعدها الذين إذا وجدت إسما وجدت بعدها الذين أو الذي تبقى الجملة اللي جاء بعدها كلها صفة المزجور كأن قلت من هم المتقون يا ربي الذين الذين يعني هم الذين وعدلة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء يبقى عندهم سخاء لا يتصور ولي للبخيل فالبخل عائق يمنعك من الولاية لكن ينفقون في السراء والضراء أيديهم مبسوطة للعباد كلما أعطاهم أعطوا الخلق كلما أعطاهم أعطوا الخلق لا يقبضوا فيمنعوا لأن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعي الإنسان الكافر فإذا جاءوا الخير منع ولكن المتقين أولياء الله ينفقون في السراء والدراء أول صفة فيهم السخاء والكرم إطعام الطعام قضاء حوائج الناس لا يكنزوا المال والناس محتاجون بل يخرجوا ما في أيديهم لأن هذا هو حال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم تولوا الله ورسوله والله حاله يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء والله كريم فهم أخذوا الكرم من الكريم بواسطة أكرم الخلق وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكانت يد النبي مبسوطة لا يكنز مالاً بل يأتيه فينفقه يأتيه فينفقه ويقول للناس لا تجدونني بخيلة عندما كان يسبقه الأعراب ويتشبسون بثيابه وهو يوزع الغنائم ويظنون أنهم بتشبس في ثيابه أنه لا ينساهم فيقول اتركوا لي ثوبي لا تجدوني بخيلا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء أخذوا هذا وراسة نبوية وخلافة محمدية ينفقون في السراء والدراء لا ينتظر أن يوسع الله عليه إذا أعطى قليل أنفق من القليل إذا أعطى كثير أنفق من الكثير ولا ينفق إلا من الحلال فيتحر الحلال قبل أن ينفقه لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتحر الكسب فلابد من تحر الكسب حتى إذا تحريت كسب المال أنفقت منه وضمنت أن الله يقبل لأنه طيب فالله طيب لا يقبل إلا طيبة ينفقون في السراء والدراء أول صفة في أولياء الله إطعام الطعام قضاء حوائج الناس النفق على العجزة والمحتاجين تجدهم يعيشون حياة بسيطة في خاصتهم ولكن ينفقون أموال لا ينفقها كبار الأغنياء كلما أتاهم شيئا فقوه الدنيا ليست في قلوبهم ولو سكنوا القصور ليست في قلوبهم الدنيا ليست في قلوبهم ولو سكنوا القصور لأن الذي في قلبهم هو الله ورسوله فإذا كان الله ورسوله في قلبك لا تدخلها الدنيا الدنيا حقيرة لا تكون مع قدسية الله وعظمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولذلك أول صفة في أولياء الله الذين تجلى الله عليهم باسمه الولي فصاروا لهم أولياء ينفقون في السراء والضراء والصفة التي تليها والكاظمين الغيظة والعافينة عن الناس والله يحب المحسنين لا تجدهم غضبين ولا تجدهم يحب الانتقام ولا تجدهم شتامين ومخاصمين للآخرين بل كانوا يتنزلنا حقهم للآخرين ويحلمون على الجهلة من الناس فإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا غضبوا كظموا غيظهم وغضبهم فلا يتصرفون ولا يتكلمون حال غضبهم أبدا هم يغضبون لأنهم ينفعلون لكن لا ينفزون غضبهم هذه معنى الكاظمين الغيظ فالغيظ موجود لكن يقظمه مخافة أن يتصرف أو يتكلم وهو غضبان فيجور على من غضب عليه يملك نفسه عند الغضب الصفة الثانية بعد السخاء والكرم يملك نفسه عند الغضب فتجده حليم ليس غضوب وتجده أيضا كلما تعدى الناس عليه لا يوجد في قلبه حب انتقام ولا تشفي بل يسامح ويتغافل عن نقائس الناس ويعتبر أن الذين ضروا أنهم منعوه شيء لم يقدروا الله له فالأمر بيد الله ليس بيدهم والذين نفعوه لم ينفعوه بشيء من زواتهم بل الله هو الذي نفعه عن طريقهم فالضر والنفع هو الله فزالت من قلبه المشحنة مع الأكوان فليوجد في قلبه عدوة لأحد فإذا منعه مانع من الخلق يعلم أن المانع هو الله وليس الخلق وإذا أعطاه معطي من الخلق يعلم أن المعطي هو الله وليس الخلق وبالتالي زالت المشحنة من قلبه فلا أعداء له كاظمين الغيظ والعافين عن الناس لعلمه أن الناس محصورون في أقدارهم وأن الله هو الذي يحركهم فيضر هذا بهذا وينفع هذا بهذا ويختبر هذا بهذا والكله بيد الله هو الذي يدبر كل شيء وبالتالي يعفو ويصفح وليوجد في قلبه عداوة لأن فلان وقف ضده وتكلم في حقه وشتمه في يوم من الأيام ومنع عنه وحرش عليه رؤساءه وفعل وفعل هذه الأمور ليست في قلبهم أصلاً لأن كل ما ظهر في الكون هو تدبير الله وبالتالي هذا يسهل عليهم أن يعفوا عن الناس والعفين عن الناس لا تجد عندهم شهوة الانتقام وانظر إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم بعدما فعلوا فيه ما فعلوا واضطره إلى الهجرة ولم يتركوه حتى في هجرته في مكانه البعيد بل حرشوا عليه وجيشوا الجيش وذهبوا إليه يحاربوه في بدر ويحاربوه في أحد ويحاربوه في الأحزاب كلها غزوات في المدينة والنبي لم يذهب إليهم هم يأتون إليه ليحاربوه ويحرشون قبائل العرب على قتله وعلى سمه ويعطون الجوائز على كل من يضره فعلوا فيه الأفعيل فلما مكنه الله منهم وفتح مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تسريب عليكم اليوم حتى ولا لهم هكذا حتى تعلم معنى العفو عن الناس ثم لما فتح مكة بعدها بشهر غزوة حنيني يأتيه غنائم لم تأتيه من قبل أعدد هائلة من الأموال ومن الأنعام ومن الرقيق فيوزعها كلها على حديث العهد بالإسلام والله يحب المحسنين قزم غيزه وعفى عنهم وأحسن إليهم حتى تتعلم كيف تكون ولي لله بأن تتمثل أخلاق الحبيب في حياتك فإذا منعك إنسان أو ضرك إنسان ثم مكنك الله في يوم من الأيام منه إياك أن تنفس غضبك فيه ولو بعد سنوات هناك من يصبر حتى يتمكن فإن تمكن أن تقم هذا ليس ولي لله هذا إيمانه إيمان الضعفاء لكن إيمان الأولياء مختلف يعفو وإذا تمكن صفح وإذا صفح لا يلوم ولا يذكر حتى اللوم عند الصفح يقول أتذكرك فعلت في كذا وكذا وكذا سامحتك لا يذكرك حتى بالإساءة حتى لا يذكرك بالإساءة عفى يعني مسح كل ما في قلبه تجاهك وكل أفعالك السيئة تجاه عفى عنها عفى الأسر يعني ارتفع الأسر تماما بالكلية فقلبه ليس فيه شيء لأحد ثم بعد ذلك يحسن للناس جميعا والله يحب المحسنين هذه هي صفات أولياء الله ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ثم الصفة التي تليها بعد ذلك لأنهم غير معصومون من الوقوع في المعصية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الفاء التعقيب فإذا وقع في معصية بسبب ضعفه البشري يسارع بالتوبة فإذا فعلها فعلها مرة ثم سارع وتركها لا يفعلها مرة ثم مرة ثم مرة ثم يعتدها ثم بعض يصعب عليه التوبة منها لأنه أدمنها إياك أن تفعل المعصية وتدمنها لأنك إذا اعتدتها وأدمنتها صعب عليك الإقلاع منها ولكن الأولياء يقع في المعصية لأنه ليس معصوما لكن إذا وقع ذكر الله في الحال فاستغفروا فتبى في الحال يتوبون من قريب صفات أولياء الله حتى إذا وقعوا في المعصية حتى لا تظنوا أن الولي معصوم كالنبي لا الولي قد يقع في معصي لأنه بشر لكن بشر كامل وليس رسول وليس نبي ولكونه بشر كامل البشر يأصى وقد يقع في معصية لكن إذا فعل المعصية فعلها هفوة مرة ثم يتوب انظروا إلى أبيك آدم عاش ألف سنة عصى ربه مرة واحدة أكل من الشجل مرة واحدة ولذا يقول يا بني آدم ينادينا يقول لنا يا بني آدم يعني يا بني آدم لما تعصى خليك زي أبوك آدم خلي معصيتك مرة واحدة وتوب ترجع لاش داني عشان ينوه لك هذا المعنى إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم يبقى الأولياء ليسوا معصومون قد يقعوا في الفحشة وقد يقع في ظلم نفسه ولكن يقع مرة واحدة ثم يتوب فاستغفروا شوف انظر إلى الفاء التي تدل على التعقيب المباشر يتوبون من قريب وليس من بعيد فاستغفروا الله ذكروا الله لأنهم لا يغفلوا عن الله فإذا نسي الله لحظة ففعل المعصية في لحظة في غفلة ذكر الله في الحال فإذا ذكر الله استغفر في الحال ما فيش تسويف عنده ما يقولش بكرة بعده لما يجي رمضان أما صوم لما ربنا يديني أموال حبني مسجد وأتوب وقعد فيه أصلي ويقعد يتسوف ويساوي لما ربي العيال وأجوزهم ما بقى أتوب لما أنا لا ما فيش حاجر شوف فاستغفروا الله في الحال يبقى صفات الأولياء المسارعة إلى التوبة عدم تكرار المعاصي لو عملها يعملها لأنه مش معصوم لكن إيه يتوب في الحال ذكروا الله يبقى دوام المراقبة وذكر الله على طول لا يغفلون عن الله تولاهم الله فتولوه بالطاعة والذكر والبعد عن المعاصي وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا ييئسوا من رحمة الله أبدا أملهم في الله كبير بل عندما يقع في المعصية يكون رجاء في الله أشد من رجائه في الله وهو في الطاعة لأنه لا ينظر لعمله وينظر إلى فضل الله عليه أما الإنسان المؤمن الغير ولي لما يكون في الطاعة يكون رجاءه في الله زيادة أنا بقى صليت الفجر النهاردة وقرأت كم جزء كرآن وخرجت من المسجد تصدقت ما شاء الله فأما تقول يا رب تقول أنا كده ربنا حيقبلني على طول لأنه عندك رصيد عملته فيزيد رجاءك عند فعل الطاعة لأنك بتعتمد على عملك حتى لو ربنا فتع عليك يقول أسنانا رجل طيب فميجعلهاش من فضل الله لأ عشان هو طيب يعني عشان فضله هو ناس كتير يتعامل مع الله بيديه الطريقة لو كان في البلد دي اتنين مثلي لكانت فلحت والله لو كان فيها اتنين مثلي كان خربت أشد من خرب فيقوم إيه يمدح في نفسه لا الأولياء مش كده الأولياء معنهمش هدي الخصائص ده عندما يقع في المعصية يزيد رجاءه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وعندما يشتد في الطاعة ويجتهد يزيد خوفه والذين يؤتون ما آتوا أي آتوا من الطاعات والعبادات قلوا بهم إيه وجلة يبقى حال الطاعة خائف وحال المعصية راجي على خلاف المسلم العادي فالولي له حل مختلف رجاءه لله لا ينقطع وبالتالي للذنوبة إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعني ما يعملش المعصية مرتين ثلاثة اربعة خمسة واربعة لا هي توبة وخلاص لأن ابن آدم عصى مرة واحدة وعاش ألف سنة ما عصى صاشتيني ولما عصى عصى في الصورة عصى ناسيا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما على المعصية فربنا قبل أن يذكر معصية أبينا آدم ذكر عزره نسي ولم نجد له عزما وبالتالي عليك أن تتحقق بأخلاق الأولياء حتى يتجلى اسمه الولي فيك فتصير الله وليك وأنت ولي وهي مرتبة لا يصلها إلا الخلص من عباد الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات معارف أولا في الدنيا ثم جنات زخارب في الآخرة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين هؤلاء هم أولياء الله الذين أجملهم الله في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون ثم بيّن صفتهم بالتفصيل في سورة العمران الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولياء الله حفظهم الله ولم يعصمهم وهم محفوظون غير معصوين فإذا قلنا أن أولياء الله معصومون نقصد عصمة بمعنى الحفظ وليس بمعنى العصمة الحقيقية للأنبياء ولذلك سيدنا أبي الحسن الشازولي سأل الله العصمة وهو ليس بالنبي نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب كما قال في حزب البحر سأل العصمة واعترض عليه ابن تيمين وقال كيف أسأل الله العصمة والعصمة لا تكون إلا لنبي فرد علي سيدي داود ابن ماخلة فقال كيف تعترض والله يقول يا أيها الذين أمنوا اعتصموا بحبل الله جميعا فأمرنا أن نعتصم والاعتصام من العصمة فكيف تعترض والعصمة إذا طلبها الولي يقصد الحفظ من الوقوع في الغفلات أو المعاصي أما العصمة للنبي فيعنى ليس الحفظ من الوقوع بل عدم خطور المعصية على قلبه أصلا فالعصمة للأنبياء لها مرتبة والعصمة للأولياء لها مرتبة وبالتالي وبالتالي فهناك مراتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر